امرت الحكومة رسميا وزارة الصناعة بانشاء قطب صناعي كبير للإدماج في مجال صناعة الصيارات من خلال المصانع المسترجعة من رجال الاعمال المتابعين في قضايا الفساد والذين اصدروا في حقهم الجهات القضائية احكام نهائية بصيغة التنفيذية مع استحداث كيانات اقتصادية لاستقبال الممتلكات المصادرة وحسب مراسل الصادر عن ديوان الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن فقد امر وزير الاول وزارة الصناعة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بالتعاون مع جميع المتداخلين والقطاعات المعنية بضرورة اقتراح آليات انشاء الكيانات الاقتصادية التي تستقبل الممتلكات التي صادرتها الجهات القضائية عن طريق احكام نهائية الى جانب برمجة اجتماع للمجلس الوطني لمساهمات الدولة بالتعاون مع الوزارات المعنية قصد ضمان تحويل ممتلكات المؤسسات المعنية نحو القطاع العمومي واستحداث قطب صناعي كبير للادماج في مجال صناعة السيارات من خلال المصانع المسترجعة التابعة للمؤسسات صوفاك ومازوز وضحكوس وبايري وبها نحط المشاهد في الصورة معزوز كان يركب شاحنات شيري في ولاية السطيف وشركة صوفاك كانت تابعة لمجمع فوكسفاغن وبايري كان حاكم عدة علامات تاع الشاحنات وضحكوس غني عن التعريف اللي كان حاكم علامة يونداي وكان يركبها في تيارت اهو قامت الدولة بتعيين متصرفين قضائيين كمسيرين للكيانات الاقتصادية التي ستنشأ مستقبلا وفي هذا السياق وزارة الصناعة تعمل على قدم وساق حاليا على احصاء الاملاك التي تمت مصادرتها بحكم قضاء نهائي وسوف تسترجعها الدولة ليتم تحويلها الى القطاع العمومي وقررت الحكومة رسميا اعادة بعد نشاط تركيب السيارات والتفاوض مع 13 من اصحاب المجمعات الصناعية الكبرى في الخارج للاستثمار في الجزائر مع حصر عدد اصحاب المصانع الجدد لعدم بلوغ السوق الوطني مرحلة الفائد الكبير كما سيتم بتاريخ 22 جوان الجاري اصدار مرسوم خاص بنشاط المناولات لتنظيم انتاج وتصنيع قطع الغيار محليا ولوازم الصناعة الميكانيكية والذي سيتضمن اعفاءات في الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمتعاملين المنخرطين في هذا المجال اضافة الى اصدار مرسوم خاص لكل نوع من المركبات مع تصدير برنامج للتصدير في المراحل المقبلة ان شاء الله وفي الاخر لي بغير تأكد من الخبر ستجدون المصدر في صندوق الوصف سلام